اشتركوا في القناة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياتهما لروسيا الاتحادية وشعبها بالأمن والاستقرار والسلام وأعرب سعادة وزير الخارجية عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية مشيدا بعلاقات التعاون المشترك القائم بين البلدين وما يبدله البلدان من جهود متواصلة واهتمام كبير بتوثيق علاقات التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة وعبر سعادة وزير الخارجية عن أهمية تبادل وجهات النظر بين الجانبين تجاه القضايا والشؤون الإقليمية والدولية التي تهدد الأمن والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص الأوضاع في أوكرانيا التي أصبحت تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي وعلى إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي وواردات الغذاء علاوة على تأثيراتها على الأوضاع الإنسانية للبدنيين مؤكدا أن مملكة البحرين تؤمن بضرورة مواصلة الجهود لوقف التصعيد والاستمرار في نهج المفاوضات المباشرة والحوار والطرق الدبلوماسية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة وإيهم السلم والأمن والاستقرار في كافة دول القارة الأوروبية من جانبه أعرب معالي السيد سيرجي لافروف عن تقدير روسيا الاتحادية لزيارة سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين والجهود التي يبذلها الجانبان لتوسيع أفاق التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كما تم استعراض تطورات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا والجهود التي تبذل عبر المفاوضات المباشرة لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والصراعات الدائرة فيها والجهود التي تبذل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها بما في ذلك في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا إضافة إلى سير مفاوضات الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر